او انت هتفضلي صحية ولا ايه انا مش هتنامي لا انا مش جاي لنوم هلعب شوية طيب تصبحي على خير وانتي من اهل الخير دي اللحظة المناسبة اللي هدخل فيها البيت اما روح بقى افصل الكهرباء ايه ده ايه اللي فصل الكهرباء كده وده وقته يا طرق بقى فين المكتب اللي شايلين فيه الاوراق المهمة ده فيه صوت حد تحت ممكن يكون بابا ولا معما اصحاب الحلوين يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يلا قبل ما تتفرجوا على الفيديو انزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك واللي مش مشترك يشترك في القناة بحبكم كتير جدا ايه سكوتي هتودين افداه ايه ده المصيبة اعمل ايد الوقت اناخد البنت دي واهرب بصرع وبدل من جيبي الورق نطلب فلوس بس كده تبقى الشغلانة بازت انا متشكرة لكم قوي تعبتكم معايا ولا تعب ولا حاجة الحمد لله ان انتي كويسة الف سلام عليك يا احلام الله يسلمك يا حيزة تصبحي على خير تصبحي على خير يا احلام ولو محتاجي حاجة بقرني علي ايه ده هو فيه ايه هو نور الفيلا مطفي ليه كده مش عارف غريبة قوي جايز فيه مشكلة في الكهرباء ولا حاجة انا هطلع اطمن على الولاد حنين يا حنين هنة فين هنة كانت بتلعب على الكمبيوتر يا مام ايه ده هي الكهرباء مقطوعة ولا ايه لا الكهرباء مفصولة في الفيلا بس سيف يا سيف فيه ايه يا مام بتصحيني من نوم ليه ايه خالتوا جرالها حاجة لا يا حبيبي خالتوا كويسة الكهرباء في البيت مقطوعة وهنا مش موجودة مش موجودة ازاي يا مام ده كانت فقدتها هيا وحنين غريبة قوي سلك الكهرباء مقطوعة من هنا ليه ازاي الكهرباء دي تقطعت امر لله هاجيب السلم وحاول ارجع الكهرباء مصيبة مصيبة يا حازم فيه ايه يا ليل حصل ايه حد من الولاد جراله حاجة هانا هانا اختفت ومش موجودة في الفيلا ايه انت بتقول لي ايه هانا يا هانا هانا يا هانا هانا فين يا سيف هانا فين يا حنين مش عارف يا عم احنا كنا نايمين وصحينة ملقنهاش ايوة يا عم انا صحينة ملقنهاش والكهرباء مقطوعة هي كانت قادرة بتلعب على القومبيوتر وقلت لها هانامي قلت لنا افضل قعدة ألعب شوية مش معقول ازاي بنتي اللي تختفي ازاي انا فهمت كده هنعمل ايه يا حازم لازم ندور عليها في كل مكان يلا نبلغ الشرطة بسرعة انا فهمت اللعبة يا هانم واختك عملت عيانة عشان تروحي المستشفى وتقدروا تختفوا البنت وانا ما شكش في حد فيكم وطبعا اتصلت بيا وقلت لي ان انت في المستشفى عشان اجيلكم على هناك وبعد كده تتصلوا تطلبوا فلوس عايزين فادية ايه يا حازم اللي انت بتقوله ده انت تجننت انت فاكر ان انا ممكن اختف هنا لا انت مش طبيعي البنت فين يا ليلة لو ما قلتش البنت فين هدخلك السجننت واختك لا مش ممكن انت فعلا مجنون مجنون ليه انت تجوزتيني طمعانا في الفلوس وانما انا رفضت الكلام اللي اختك قالتهولي فكرت انت وهي تختفوا البنت وتطلبوا فلوس وبعد كده تطلب الطلاق مش كده فكر بعقل يا حازم دور على البنت عايزين نشوف هانا راحت فين لو ما قلتش البنت فين انا هتصل بالشرطة ودخلك السجن انا معرفش مكانها يا حازم معرفش مكانها خلاص الشرطة بقى هي اللي هتعرفني فين مكانها اتفضلي معنا يا مدام ليلة معقول معقول يا حازم تصدق ان انا عامل كده صدقني انت كده بتضيع هانا انت بتظلمني اعترفي وقولي فين مكان هانا وانا تنازل تصدقني ما عرفش مكانها ما عرفش اتفضلي معنا يا استاذ ليلة وفي الاسم بقى هنعرف تعرفي مكانها ولا لا ماما ماما هرجوك يا بابا حازم مش ممكن ماما تعمل كده هايوا يا بابا حازم مستحيل ماما تعمل كده ماما بتحبه انا زي انا بالظبط اكيد حد تاني دخل الفلا وخطف هنا حنين سيف هنعرف ان انتو مش ممكن تصدقوا حاجة زي كده بس هو ده اللي حصل وانا عشان بحبكم مش همشيكم انتو هتفضلوا قاعدين معايا هنا في الفلا لحد اما لاقي هنا بنتي هرجوك يا بابا حازم صدقنا ماما مش ممكن تعمل كده انتو مش عارفين حاجة ومش مهمين ايه اللي حصل عشان يخلي ماما تعمل كده يلا طلعوا قددكو دلوقتي واطلب منه فادية عشان يعرف ان البنت كانت مخطوفة عشان الفلوس اطلب منه عشرة مليون جنيه ويبقى حلالة عليه الشغلانة مش عايز الورق ناخد منه العشرة مليون وانده نجعله البنت ماشي افهم بيه يعني كويس بقى ان انا خطفت البنت بعرف افكر قافل قافل دلوقتي غبي كان هيودينا في دهية باكده يا بابا حازم تخلي الشرطة تقبض على ماما وخالته انا زعلانة منه قوي انا متأكد الرجل كان بيلف حوالين الفلوس بشكل مستفز بس لو اشوفه تاني هتعمل ليه يعني للأسف مفيش ملا كاميرا شغالة كنا شفنا شكله حتى يا حبيبتي يا ماما يا ترى عاملة ايه دلوقتي هاتعالي نروح نزورها انت السبب يا احلام كلامك معاه هو اللي خلاي شك فينا ان احنا خطفنا البنت والله يا حازم ده غبي ازاي يجي في باله ان احنا نخطف البنت عشان كلمتين انا قلتهم انا مش عارفة ازاي بيفكر كده عرفت بقى اما قلتلك انه ممكن يبيعك عشان اي حاجة يبيعني ايه انت مجنونة ده بنته مخطوفة يعني ده هيخليك جنن ويعمل اي حاجة الحل ايه دلوقتي مش عارفة هو متخيل ان احنا اللي خطفناه وقعونا دلوقتي في الاسم مش عارفين ندور على البنت لازم يفهم ان مش احنا اللي خطفناه عشان يلاقيها يا ماما هو ليه عام حازم قال ان انت اللي خطفت هنا انا زعلانة منه قوي يا ماما ازاي يقول ان انت وخالته تخطفه انا ده انت بتحبيها زي انا بالظبط مش عارفة ازاي يفكر فينا التفكير ده يقول ان خطفتها عشان الفلوس انت لو ما كنتش اتكلمتي معاه وقلت له الكلام الغريب اللي انت قلتيه ده عمره ما كان هيفكر في كده ابدا يعني انا غلطانة ان كنت عايزة مصلحتك مصلحتي ايه اهو كلامك ده دخلنا السجن انا هروح واتكلم معاه تاني يا ماما مع السلامة يا ماما يا حضرت الزابط يا حضرت الزابط يا بابا حازم عايز اقولك حاجة مهمة هايز ايه يا سيه النهاردة بعد الغداء واحنا بنلعب بالعجلة كان فيه راجل شكله قريب قوي بيلف حوالين الفلا شبه يعني الحرمية اللي بيطلعه في التلفزيون وبعدين كل شوية وانا بلعب بالحاجة اللي اخبط فيه وبعدين هلاقيه بيلف تاني وبعد كده لما اتكلمت معاه هقال لي مش دي فيلا فاهمي به قلت له لا دي فيلا حازم به وهو يعني عشان غلطان في العنوان هنشك فيه هو مش غلطان في العنوان انا حسيت انه هو بيستعبل وبيلف حوالين الفلا كده بطريقة غريبة استدقني يا بابا حازم مش ممكن ماما تعمل كده ارجوك يا حضرت الزابط انا عايز اكلم حازم ضروري ارجوك لازم اقابله خلاص هاب اشوف الموضوع ده يا حازم ارجوك ارجوك يا حازم افهم الكلام انت كده بتضيع هنا دور عليها طب سبنا محبوسين انا مش عايز اخرج من السجن سبنا محبوسين بس ادور عليها انت كده بتضيعها صدقني انا ما خطفتهاش لنا ولا اختي احلام انا نفسي اخرج من هنا عشان ادور عليها هارجوك يا حازم دور عليها في كل مكان مش عارف ليه مصدائك يا ليلة احسيت بيقول ان انت فعلا ما خطفتهاش يبقى خرجنا من هنا وسبنا كلنا ندور عليها ايه حضرت الزابط الراجل اللي كان بيلف حوالين الفيلا انا ممكن اوصف لك شكله بس هو اما فصل الكهرباء الكاميرات طبعا فصلت تمام تمام احنا هنعمل تحرياتنا ونبحث عنه ده فود اللي لف حوالين الفيلا وفي الاخر بيقول لي مش ديه فيلا فاهمي به فيلا فاهمي به الاسم ده ممكن يكون قصده على فهمي ابو اليزيد اللي كان عايز ياخد المشروع مني وانا اللي اخدته اصلي ايه اللي هيخلي حرامي يدخل الفيلا في الوقت ده اوراق المشروع كلها معايا في خزنة البيت انا بدأت اشك فيه اه 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 انا عايز اروح لبابا اه 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 اسكت يا بيت مش عايز واجع دماغ انا عايز اروح لبابا في انت خطفتني ليه يا مجرم يا حرامي انا هتصل بابوك دلوقت اطلب منه عشرة مليون جنيه عشرة مليون جنيه دي فلوس كتير قوي لو بيحبك وغالية عنده يدفع انا عارف ما بقى اكيد هيدفع عشان يخلصني منك يا مجرم قلو انت حازم ايوه انا حازم بنتك امانة عندي عشرة مليون جنيه واسملك بنتك ايه عشرة مليون جنيه ايه بنتك مش غالية عندك ولا ايه لا لا غالية غالية عندي طبعا هدفع اي مبلغ بس قابلك فين واشوفك ازاي انا عايز بنتي حضر الفلوس ونتافق على المكان اللي هقابلك فيه ماشي ماشي احضر الفلوس مين يا حازم ده اللي خطف هنا طالب عشرة مليون جنيه عشرة مليون جنيه ده طمعة قوي مش مشكلة هيديره الفلوس المهم هنا انا لازم ابلغ الشرطة طيب خد بالك احسن يعرف انك بلغت الشرطة ويعمل فيها حاجة انا هبلغ الشرطة وهم اكيد هيتصرفوا هلو ايوه يا حازم بي حضرت الفلوس ايوه ايوه الفلوس جاهزة قابلك فين قابلك بعد نص ساعة ورا المستشفى طيب طيب تمام الحرامي هيقابلني بعد نص ساعة عند المستشفى على فكرة امو حازم الراجل ده مش هيقابلك عند المستشفى ليه يا سيف بتقول كده ليه يا سيف احسن هو متأكد ان انت اكيد بلغت الشرطة وهم هيروحوا يستنوا هناك وبعد كده يتصل بيك يقولك هقابلك في مكان تاني احسن حاجة ان الشرطة ترقبك انت اول ما تخرج من الفلا عربية الشرطة ترقبك وكمان شرطة تانية تستنى عند المستشفى وانا كمان هبقى موجود هنا في الفلا وهمش وراكم بالعجلة فكرة برضو يا سيف بس انا الان وخايف ما تقلقش يا حازم ان شاء الله هانا هترجع فانا واقف منتظر التليفون يارب يتصل بقى انا متأكد انه هيتصل دلوقتي اهو يبقى هو ده اللي بيتصل الو ايوة يا حازم بي انا غيرت المكان طيب طيب مفيش مشكلة هقول لي فين وانا جيلك انا اللي هجيلك انا دلوقتي واقف عند البيت تديني الفلوس واسيبلك البنت واي حركة مش هيحصل كويس ايه انت عند البيت هنا طيب طيب انا هقابلك حالا ده واقف هنا جنب البيت ايه هنا جنب البيت طيب كويس بسرعة يا حازم انزل شوفت بقى يا بابا حازم خطتي المهم دلوقتي هانزل قابله وانا هدى اشارة للشرطة عشان يقبضوا عليه ماشي ربنا يسطر انا هنزل دلوقتي حالا يا رب اشوف بنتي بقى بابا يا حبيبي يا بابا سلمني شنطة الفلوس اسلمك بنتك الفلوس جاهزة معي اه اتفضل يا حبيبي يا بابا يا حبيبتي يا بنتي الحمد لله ان انت رجعتلي بالسلامة لحظة مؤثرة قوي يا حازم بي سلام اللحظة المؤثرة هي اللي انت هتشوفها حالا دلوقتي سلم نفسك يا مجرم اتفضل فلوسك يا حازم بي انا متشكر جدا يا حضرة الضابط الحمد لله الحمد لله انه ما اخدش الفلوس ومشي كنت هزعل قوي فداك اي فلوس يا حبيبتي يلا بينا نرجع الفلوس انا يا حبيبتي الحمد لله ان انت رجعت الفلوس نورت الفلوس يا حبيبتي انا كنت خايفة عليك يا قوي الحمد لله ان انت رجعت يا هنة انا كنت زعلانة وكمان بابا كان فاكر ان ماما هي اللي خطفتك ايه ماما خطفتني وهتخطفني ليه وازاي هبقى احكيلك بقى يا هنة المهم يا حبيبتي ان انا اتطمنت عليك انا هطلع بقى دلوقت عشان اخد شنطة هدومي وامشي تمشي تروحي فين يا ماما انا خلاص يا حبيبتي مش هيشفل بيط ده تاني اشكريني بقى يا هنك اللولة خطتي برضو مكنوش عارف ويقبضه على الحرامي المهم دلوقت انا عايز اعرف هي ماما ليلة زعلانة ليوها تمشي ممكن تحكولي اللي حصل ارجوك يا ماما ليلة ما تمشيش انا عارفة ان بابا غلطان بس هو كان قلقان علي انا بحبك قوي يا ماما ومش عايزك تمشي انا مش هبعد يا حبيبتي البيت جنبك اهو انت تيجي تعوتي معايا في اي وقت وهفضل ماما ليلة برضو انت عارفة ان انا بحبك يا هنه يلا ياولاد يا ليلة يا ليلة ماما ليلة مشت يا بابا ومش راجعة تاني ايه معقول مشت هي عندها حق تزعل برضو انا ظلمتها قوي هي واحلام اختها طيب انا عايزة اعتذر لها عايزة هتسامحني دي زعلانة قوي يا بابا وقالت ان هي خلاص مش هترجعلك ومشتي كده وسبت البيت ده بدل ما ترفع عليه قضية وتطلبي منه تعويض مليون ولا اتنين مليون بعد اللي عملوا فينا والله يا احلام انا مش فاية الكلامك ده انا مش عايزة منه حاجة انا زعلانة قوي من اللي حصل وتزعل كده ببلاش من غير فلوس لا 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 ما ينفعش انا بقى اللي هارفع عليه قضية تعويض هنطلع انام يا احلام ليلة دي ما بتسمعش الكلام بقول لكم ايه بقى لازم نتصرف لازم نخليهم يرجعوا لبعض هنعمل ايه يعني مهي ماما زعلانة قوي من اللي حصل برضو طيب احنا لازم نقنع ماما ان عمه حزن ما كانش غلطان هو كان زعلانة عشان عنا هي اما احنا قلنا لها الكلام ده وهي برضو زعلانة طيب ايه رأيكم اقول لبابا يجيب لها هدية حلوة ممكن يشتري لها عربية وتكون غالية قوي ممكن توافقت صالحه فكرة برضو خلاص انا هقول لبابا ايه رأيكم اولاد في العربية دي هتعجبها هتعجبها قوي دي جميلة جدا دي عربية حلوة قوي يا بابا ماما ليلة بابا جايب لك هدية حلوة قوي وعزق تشوفيها جايب لك عربية جميلة مش عايزة منه حاجة وانا مش هرجع له يعني مش هرجع له يا هانا ليه بس كده يا ماما ليلة بتزع عليمي انا مش بزع عليك ولا حاجة انت غالية عندي قوي يا هانا بس برضو مش هرجع خلاص المنزل اقول له بقى هيتصدم المسكين ليه بس كده يا ماما دي عربية حلوة قوي سيف هقلت مش عايزة كلام في الموضوع ده حنين هاتفضلي مش عايزة كلام في الموضوع هو انا لسه الحي تقول حاجة عارفة انك هتقولي يلا برا ما تحاولش يا بابا حازم هي برضو مش موافقة برضو مش عايزة ترجع لك يا بابا طب احنا لازم نفكر في خطة تانية طب اعمل اي دلوقتي طيب انا هقولك فكرة يا بابا حازم ايه رأيك تاخد ورد حلوة كده وتقف تغنيلها تحت الشباك وهي بقى هتقول عليك رومانسي بتغني وماسك لها ورد هتبسط قوي والله فكرة يا سيف طب استنوا بقى ما روح اقتف كم وردة من الجنينة ورجة انا جبت الوردة هو يا اولاد اغنيلها ايه بقى مش عارف اصلالا ماليش في الاغاني انت ممكن تغنيلها اغنية ليلة ليلة يا ليلة انا بحبك يا ليلة هي ايه الاغنية دي يا اولاد بيت هيالة دي اغنية من تقليل حنين يا بابا هاهاهاهاها طب خلاص هغنيها لها بقى وزي ما تيجي انا صوتي مش حلوة مش مشكلة يا بابا المهم الاحساس طيب اما روح افتحت الشباك بقى واغني يا رب بس ما تحدفنيش بالازايز ليلة ليلة يا ليلة انا بحبك يا ليلة 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 يا ليلة ايه ده ايه الصوت ده ومين اللي بيغني كده ليلة ليلة يا ليلة ايه ده حزم ليلة يا ليلة ردي علي لو سمحت يا حزم هيقامشي من هنا لو ممشتش هتصل بالشرطة واقل انك بتعكسني يا ليلة اسمعيني ارجوك اقلتلك امشي حالا برضو فشلت الخطة وبعدين بقى حالتك صعب قوي بصراحة يا بابا اتفضله بقى شوفولي حال انا عندي فكرة احنا نقول لها ان بابا زعلان جدا وحزين قوي وان هي لو ما صلحتهوش هينض من البلكونة ايه رأيك يا بابا والله يا حلوة الفكرة دي اهانا هاهاهاهاها ايزا نعمل زيك صدقني يا بابا جرب الفكرة دي وهتجيب نتيجة فكرة كويسة يا بابا حيزك يلا روح اعوض على البلكونة واحنا هنقول لماما ماشي يا أولاد روح اعوض على البلكونة يا ماما ليلة يا بابا بابا عايز ينط من البلكونة لو انت ما صلحتهوش ارجوك يا ماما ليلة ارجوك ارجوك سامحي ارجوك ايه ده يا خبر هنط من البلكونة هو الجنن ولا ايه ارجوك يا ماما ليلة الحقيقة انا خايفة عليه قوي طيب طيب تعالي ارجع يا حازم هارجوك مش هرجع غلا ما تقولي مسامحاني خلاص يا حازم مسامحيك والله مسامحيك انزل بقى وهترجع تعيش معنا في الفيلا ايوه هرجع طيب خلاص انا هنزل اهو سامحيني يا ليلة انا كنت غلطان سامحتك يا حازم خلاص الحمد لله ان انت سامحتيني وبما قلنا بقى انت مش عايزة لعربية ارجعها ايه لا مين اللي قال اني مش عايزاها دي عربية حلوة قوي يا سلام يعني هم يتصلحوا ويبقى تمام ويجيب لها عربية هدية ونطلع من المولد بلا حمص ده انا لازم ياخد تعاويد عن الليلة الصعبة اللي انا قدتها في السجن ايه ده ايه ده انا سمعكم بتتحكوا مبسوطين انا عايزة تعاويد عن الليلة اللي انا قدتها في السجن يا حازم انت صالحت ليلة وجبت لها عربية انا كمان عايزة تعاويد وانا مش هزعلك يا احلام انا فعلا لازم اعوضك عن اللي حصل انا قاسف ايه ده قاسف كده من غير حاجة لا ما تنفعش طبعا كنوز الدنيا ما تعاوضنش عن كرامتي اللي ضاعت خلاص يا احلام هكتملك شيك بخمسمائة الف جنيه خمسمائة الف جنيه دخلت وانا عارفها مش هيعجبها المبلغ ايه خمسمائة الف جنيه انا كرامتي اغلى من كده بقولك ولا كنوز الدنيا خلاص يا احلام هو شيك بمليون جنيه ومش هزود عن كده وإلا هرجع في كلامي لا لا حلوة قوي كده اديني الشيك بقى وانا هروح اصرفه من بكرة ايه وبقولك ايه ليلة في السجن بمليون جنيه طب مش عايز تحبسني ليلة كمان وتديني مليون تانية لا بقى ده انت مجنونة رسمي مجنونة مجنونة هتي شيك بأ هلين